بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف المتوسط في مادة المهارات الرقمية فصل الدراسي الأول سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس درس بعنوان إنشاء قواعد البيانات الجزء الثالث هو تابع للدرس الأول تعلمنا في الدرس السابق درس إنشاء قواعد البيانات الجزء الثاني أنواع البيانات خصائص الحقل الحقل المطلوب والمفتاح الأساسي في أنواع البيانات ذكر لأنه في مايكروسوفت أكسس نوع البيانات Data Type هو تصنيف يحدد نوع البيانات التي يمكن تخزينها في حقل أو عمود من الجدول يحتوي كل نوع بيانات على مجموعة معينة من الخصائص تحدد كيفية تخزين البيانات وعرضها ومعالجة ذكرنا بعض أنواع البيانات التي يمكن استخدامها لحقول أكسس نص مختصر نص طويل رقم تاريخ ووقت ترقيم تلقائي ونعم أو لا في خصائص الحقل ذكرنا أنه بعد إنشاء الحقل يمكنك تحديد خصائص هذا الحقل والتي تختلف حسب نوع الحقل حيث توجد خصائص الحقل أسفل المساحة المخصصة لإنشاء الحقول في نافذة طريقة عرض التصميم أيضا بعض خصائص الحقول ذكرنا خاصية حجم الحقل خاصية التنسيق خاصية القيمة الافتراضية وقاعدة التحقق من الصحة وخاصية مطلوب في خاصية الحقل المطلوب ذكرنا أنه هو حقل يجب إكماله بقيمة قبل التمكن من حفظ السجل وبشكل أساسي فإن الحقل المطلوب هو حقل لا يمكن تركه فارغا وعند إنشاء جدول في Microsoft Access يمكنك تحديد الحقول المطلوبة عن طريق تحديد الخاصية مطلوب إلى نعم في تلك الحقول ويمكن أن يكون فرض الحقول المطلوبة مفيدا في بعض الحالات مثل ضمان أو مفيدا لضمان تكامل البيانات ومنح الأخطاء أو التناقضات في قاعدة البيانات إذا حاول المستخدم حفظ سجل دون إكمال الحقل المطلوب فسيعرض Microsoft Access رسالة خطأ ويمنع حفظ السجل حتى يتم إكمال الحقل المطلوب لتعين خاصية مطلوب للحقل افتح جدول البيانات باستخدام جدول البيانات الطلبة داخل قاعدة البيانات باستخدام طريقة عرض التصميم ومن ثم حدد الحقل الذي تريد أن يكون له قيمة إلزامية مثل الإسم على سبيل المثال بعد ذلك في جزء خصائص الحقل في أسفل قاعدة البيانات نقوم بتغيير خاصية الحقل مطلوب إلى نعم بدلا من لب مربع الحوار بعد التحويل إلى قاعدة عرض البيانات نستخدم أو نقوم بحفظ الجدول عن طريق نافذة قوم بحفظ الجدول هل تريد حفظ الجدول الآن؟ نعم ثم نلاحظ يظهر الجدول بطريقة عرض ورقة البيانات لا تستطيع الانتقال إلى الحقل التالي أو سجل التالي حتى استكمال الحقل الاسم كما ذكرنا لوجود خاصية مطلوب في هذا الحقل المفتاح الأساسي برايمري كي يضمن استخدام نوع بيانات الترقيم التلقائي أوتو نمبر والمفتاح الأساسي برايمري كي يضمنان في مايكروسوفت إكسل أن يكون لكل سجل في الجدول رقم تسلسلي فريد ويمكن تحديده مما ينتج عنه جدول به سجلات مميزة وقابلة للتحديد ذكرنا مثال أنه يمكن استخدام حقل السجل المدني كمفتاح أساسي في قاعة البيانات وذلك لعدم تكرار السجل المدني لأي شخصين ذكرنا أمثلة على جداول قاعة البيانات بالمفتاح الأساسية على سبيل المثال جدول يمكن أن ينتمي لبيانات نظام إدارة الموارد البشرية موجود به سجل مدني ومن الممكن أن يكون حقل السجل المدني هو المفتاح الأساسي أيضا جدول يمكن أن ينتمي إلى قاعة بيانات إدارة المستشفى من الممكن أن يكون الرقم الصحي الشخصي هو المفتاح الأساسي بينما في جدول ينتمي إلى قاعدة بيانات مركبات يمكن أن يكون رقم اللوحة هو المفتاح الأساسي وذلك لضمان عدم تكرار البيانات الموجودة في المفتاح الأساسية أكثر من مرة في الجدول يجب أن يعتمد اختيار المفتاح الأساسي برايمري كي على خصائص البيانات المخزنة والقيود التي تنطبق على البيانات فعند تخزين بيانات العميل قد يكون المفتاح الأساسي الجيد هو رقم السجل المدني حيث يجب أن يكون لكل عميل رقم سجل مدني فريد بينما المفتاح الأجنبي فورين كي هو حقل أو مجموعة من الحقول تكون قيمته مطابقة لقيمة مفتاح أساسي في جدول آخر وكذلك نوعه يستخدم في عملية الربط بين الجدع قمنا أو ذكرنا أن نقوم بإنشاء جدولين في قاعة البيانات وكما إنشأت الجدول البيانات الطلبة أحد الجدولين جدول للمواد الدراسية وآخر لدرجات الطلبة قمنا بتعيين المفتاح الأساسي وذكرنا ذلك من خلال تحديد اسم أو نوع أو الحقل الذي يجعله مفتاح أساسي وبعد ذلك من شريط الأدوات من شريط التصميم نختار المفتاح الأساس يمكن تعيين حقل في الجدول كمفتاح أساسي وحقل آخر في نفس الجدول كمفتاح أجنبي عن طريق الضغط واستخدام ضغط الحقول واستخدام زر control في لوحة المفاتيه سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله درس بعنوان إنشاء قواعد البيانات ثلاثة علاقات الجداول إضافة السجلات وأدوات أخرى لقاعدة البيانات كيف يتم الربط بين الجداول في برنامج Microsoft Access؟ علاقات الجداول يعد المفتاح الأساسي مفيدا جدا إذا أردت ربط الجداول معه في قاعدة بيانات المدرسة يمكن استخدام رقم الطالب كمفتاح أساسي في جدول الطالب سيضمن ذلك أن يكون سجل كل طالب فريدا ويمكن الرجوع إليه بسهولة بواسطة جداول أخرى في قاعدة البيانات فالعلاقات بين الجداول ضرورية لأنها تدمج البيانات في الجداول بحيث يمكنك استخراج البيانات المرتبطة من جداول مختلفة هناك ثلاثة أنواع من العلاقات علاقة رأس برأس أو واحد إلى واحد مثال على علاقة رأس برأس في قاعدة بيانات المدرسة قد يكون بين جدول الطالب وجدول البيانات الطبية سيكون لكل سجل طالب سجل مطابق في جدول البيانات الطبية نوع الثاني علاقة رأس بأطراف أو واحد إلى متعدد من الأمثلة على علاقة رأس بأطراف في قاعدة بيانات المدرسة أن الدورة التدريبية يمكن أن تحتوي على عدد كبير من المسجلين لكن التسجيل يمكن أن ينتمي إلى مقرر واحد فقط العلاقة الثالثة علاقة أطراف بأطراف أو متعدد إلى متعدد من الأمثلة على هذه العلاقة في قاعدة بيانات المدرسة أنه يمكن للطالب أخذ العديد من البراءة الدورات التدريبية ويمكن أن تضم الدورة التدريبية العديد من الطرف إذن علاقات الجداول علاقة رأس برأس علاقة رأس بأطراف وعلاقة أطراف بأطراف علاقة رأس برأس أو واحد إلى واحد في هذه العلاقة يرتبط كل سجل في الجدول الأول بسجل واحد فقط في الجدول الثاني حيث يجب أن تتساوى عدد السجلات في الجدولين مثال لكل معلم رقم وظيفي واحد كما أن كل رقم وظيفي يخص معلم واحد نلاحظ هنا تساوي السجلات في الجدولين ولكل معلم رقم وظيفي وكل رقم وظيفي ينتمي إلى معلم واحد فقط مثال أو علاقة رأس بأطراف أو واحد إلى متعدد هي الأكثر استخداماً وتعني أن السجل الواحد في جدول البيانات الرئيس يقابل أكثر من سجل في الجدول الآخر المرتبط به والعكس غير صحيح مثال كل معلم يعمل في مدرسة واحدة فقط في حين أن المدرسة يعمل بها أكثر من معلم يتشارك المعلمون والمدارس في علاقة رأس بأطراف علاقة أطراف بأطراف أو متعدد إلى متعدد هذه العلاقة قليلة الاستخدام وفيها يقابل كل سجل من الجدول الرئيس عدة سجلات في الجدول المرتبط به والعكس صحيح حيث يقابل كل سجل في الجدول المرتبط عدة سجلات في الجدول الرئيس مثال يمكن أن يكون لكل معلم العديد من الطلبة ويمكن أن يكون لكل طالب العديد من المعلمين حيث المعلمين والطلبة يتشاركون في علاقة أطراف بأطراف لإنشاء العلاقات بين الجدول في قاعدة البيانات من علامة تبويب علاقات من علامة تبويب أدوات قاعدة البيانات ومن ثم في مجموعة العلاقات نقوم بالضغط على علاقات بعد ذلك من لوحة إضافة الجداول نقوم تحديد جميع الجداول ونضغط على إضافة الجداول المحددة ثم نضغط على إغلاق هذه النافذة الجداول نقوم بتحديد الجداول المحددة ثم نقوم بإضافة الجداول ونضغط على إغلاق بعد ذلك نقوم بسحب حقل رقم المادة من جدول المواد الرئيسة أو مواد الدراسية نقوم بسحب حقل رقم المادة ونقوم بإفلاته في خانة رقم المادة في جدول درجات الطلبة من نافذة تحرير العلاقات نضغط على فرض التكامل المرجعي ونضغط على إنشاء ليقوم بإنشاء قاعدة أو العلاقات في الجداول في قاعدة البيانات بنفس الطريقة نقوم بسحب حقل رقم الطالب من جدول بيانات الطلبة إلى حقل رقم الطالب في جدول درجات الطلبة نقوم بإفلاته ومن نافذة تحرير العلاقات أيضاً نقوم باختيار فرض التكامل المرجعي ونضغط بعد ذلك على إنشاء أصبحت الجداول الآن مرتبطة بعلاقات كما نشاهد تطبيق عملي على إنشاء العلاقات بين الجداول في قاعدة البيانات البيانات بعد فتح قاعدة البيانات من أدوات قاعدة البيانات في مجموعة العلاقات نقوم بالضغط على العلاقات من نافذة هار جدول نقوم بإضافة الجداول نلاحظ يتم إضافة الجداول الثلاثة ومن ثم نقوم بإضافة العلاقات بين الجداول وذلك بسحب الجدول أو الحقل الذي يريد عمل علاقة له وإفلاته في أمام الحقل في الجدول التالي على سبيل المثال رقم الطالب في المواد الدراسية في تحرير العلاقات نقوم بالضغط على فرض التكامل المرجعي ومن ثم نضغط على إنشاء نلاحظ أيضا نقوم بسحب رقم الطالب من بيانات الطلبة وإفلاته عند رقم الطالب في درجات الطلاب ومن نافذة تحرير العلاقات التي تظهر بشكل تلقائي فرض التكامل المرجعي ومن ثم نضغط على إنشاء وسيتم إنشاء العلاقات بين الجداول في قاعدة البيانات تستطيع من خلال تحرير العلاقات أيضا تغيير العلاقات الموجودة إضافة السجلات بعد أن أنشأت جداول قاعدة البيانات أصبح بإمكانك إضافة البيانات مباشرة في صورة سجلات داخل الجدول من خلال طريقة عرض ورقة البيانات لإضافة البيانات في الجدول من شريط تصفح بعد فتح قاعدة البيانات فتح الجداول نقوم بتحديد الجدول الذي نرغب بإضافة البيانات إليه وليكن على سبيل المثال جدول المواد الدراسية من هنا في رقم المادة سيكون البيانات المرتبطة في هذا الحقل حقل رقم المادة ترقيم تلقائي وسيتم إصدار رقم غير متكرر في كل مرة في هذا الحقل في اسم المادة نقوم بكتابة اسم المادة على سبيل المثال الدراسات الإسلامية بعد ذلك يعد كل سطر من البيانات التي تضيفها إلى الجدول رقما قياسيا جديدا في قاعدة البيانات ثم أكمل بقية سجلات الجدول بنفس الطريقة بكتابة اسم المواد الموجودة تطبيق عملي على إضافة البيانات في الجدول نقوم بتحديد بعد فتح قاعدة البيانات بتحديد الجدول على سبيل المثال المواد الدراسية رقم المادة سيقوم البرنامج بإنشاء تلقائيا في اسم المادة على سبيل المثال نكتب الدراسات الإسلامية ونلاحظ تغير الرقم من جديد إلى واحد بمجرد كتابة الحروف في الحقل الدراسات الإسلامية بالانتقال إلى الحقل التالي نلاحظ أيضا بداية الكتابة سيتم تغيير الرقم أو رقم المادة إلى الرقم التالي 2, 3, 4 على حسب عدد المواد الموجودة لديك ثم نقوم بإكمال الحقول أو حقول اسم المادة بنفس الطريقة أدوات أخرى لقاعدة البيانات بعد أن نشأت جداول قاعدة البيانات لابد من التعامل مع قاعدة البيانات من خلال مجموعة من الأدوات المتوفرة بقاعدة البيانات والتي توفر سهولة إدخال البيانات واسترجاعها وتنسيقها وإضافتها وتأديلها وطباعتها من أهم هذه الأدوات أولا النماذج نقوم من خلال النماذج بإدخال السجلات في الجداول وعرضها وتعديلها أيضا الاستعلامات نقوم في الاستعلامات باسترجاع البيانات من جدول أو أكثر وفق معايير يحددها المستخدم وأخيرا في التقارير نقوم بعرض البيانات وتنسيقها وطباعتها النماذج فورمز النموذج هو واجهة رسومية تمكن المستخدم من إدخال البيانات المحفوظة وتحريرها وعرضها في قاعدة البيانات مزايا استخدام النماذج في قاعدة البيانات نذكر من ثلاث مزايا التعامل مع قاعدة البيانات بشكل أفضل وأكثر فعالية من خلال الشكل المنصق للنموذج أيضا سهولة إدخال البيانات وتعديلها وحدثها في قاعدة البيانات خيرا البحث عن البيانات لتصفحها وتحديثها بشكل أسرع هناك أكثر من طريقة لإنشاء نموذج في قاعدة البيانات من هذه الطرق معالج النموذج أو النموذج التلقائي أو عرض التصميم سنقوم بإنشاء نموذج باستخدام معالج النموذج من علامة تبويب إنشاء ومن مجموعة نماذج من علامة تبويب إنشاء ومن مجموعة نماذج اضغط على معالج النماذج من نافذة معالج النماذج ومن حقل جدول أو استعلامات نقوم باختيار جدول الذي نريد عمل الاستعلام له وعلى سبيل المثال ليكون جدول بيانات الطلبة بعد ذلك ستظهر في خانة الحقول المتوفرة جميع الحقول في جدول بيانات الطلبة نقوم بالضغط على هذا الزر لإضافة جميع العناصر والحقول الموجودة في الجدول بيانات الطلبة إلى الاستعلام حيث أن هذا الزر يقوم بتضمين الحقل المحدد في النموذج بينما هذا الزر يقوم بتضمين جميع الحقول في النموذج وهنا نقوم بإزالة جميع الحقول إزالة الحقل المحدد وأخيرا هنا إزالة جميع الحقول من النموذج أخيرا بعد إضافة جميع الحقول باستخدام أيقونة تضمين جميع الحقول في النموذج نضغط على التالي ومن ثم نختار التخطيط الذي نريد من نافذة معالج النماذج وليكن على سبيل المثال عمودي ثم نضغط على التالي بعد ذلك نقوم بكتابة اسم النموذج في مربح حوار ما هو عنوان الذي تريد للنموذج نقوم بكتابة نموذج للتعامل مع بيانات طالب ثم نحدد خيار فتح النموذج لعرض المعلومات وإدخالها وأخيرا نضغط على إنهاء وسيتم فتح النموذج على الشاشة بعد الانتهاء من إنشاء النموذج يمكنك التعامل مع بيانات الجدول من خلال عرض بيانات السجلات في الجداول إضافة السجلات جديدة في الجدول البحث عن سجل محدد في الجدول وأخيرا تعديل بيانات سجل في الجدول تطبيق عملي لإنشاء نموذج باستخدام معالج النماذج من خلال إنشاء وفي مجموعة نماذج أضغط على معالج النماذج ومن نافذة معالج النماذج نختار في جداول واستعلمات نختار الجدول الذي نريد عمل نموذج له وعلى سبيل المثال جدول بيانات الطلبة ثم نقوم بالضغط على إضافة جميع الحقول بعد ذلك التالي ومن ثم نختار التخطيط المناسب للنموذج على سبيل المثال عمودي نضغط على التالي نكتب عنوان النموذج الذي نريد على سبيل المثال نموذج للتعامل مع بيانات الطلبة أو بيانات طالب نقوم باختيار فتح النموذج لعرض المعلومات ومن ثم نضغط على إنهاء وسيتم بعد اختيار فتح النموذج لعرض المعلومات نضغط على إنهاء وسيتم عرض النموذج ونموذج التعامل مع بيانات طالب لإضافة بيانات في الجدول باستخدام النموذج من علامة توبويب الشريط الرئيسي أيضا في مجموعة السجلات نضغط على جديد ومن علامة توبويب الشريط الرئيسي هوم في مجموعة السجلات ريكوردز اضغط على حفظ اضغط زر السهم لإضافة سجل البيانات التالي من خلال أزرار شريط التصفح السجلات من علامة توبويب الشريط الرئيسي هوم وفي مجموعة السجلات أيضا نقوم بالضغط على الانتقال للانتقال من السجل التالي انتقال إلى أول سجل الانتقال إلى السجل الانتقال إلى آخر سجل انتقال إلى السجل أو الرجوع إلى السجل السابق لتعبية النموذج بشكل أسرع اضغط على مفتاح تاب من لوحة المفاتيح بعد كتابة كل حقل للانتقال إلى الحقل التالي إذا ضغطت على تاب أثناء عملك على آخر حقل في النموذج ستنتقل إلى صفحة جديدة لإدراج سجل جديد تطبيق عملي على إضافة البيانات في الجداول باستخدام النموذج نموذج التعامل مع بيانات طالب في السجلات نضغط على جديد ومن ثم في اسم الطالب نقوم بكتابة اسم للطالب لذلك اسم العائلة العنوان الوطني ومن ثم الصف الدراسي بعد ذلك رقم الفصل تستطيع الانتقال إلى حفظ السجل والانتقال إلى سجل تالي من خلال أيضا جديد لإضافة سجل أو إنشاء عنصر جديد للنموذج حذف سجل هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحذف سجلا على سبيل المثال التكرار أو البيانات القديمة أو غيرا لحذف سجل من شريط أدوات التنقل وفي مربع نص السجل الحالي اكتب رقم السجل الذي تريد حذفه على سبيل المثال تسعة ثم اضغط على انتر انتقل إلى السجل الذي تريد حذفه ثم اضغط على محدد السجل بجوار السجل من أجل تحديده من علامة تبويب الشريط الرئيسي هوم في مجموعة سجلات ريكوردز اضغط على السهم لأسفل بجوار حذف ديريد ثم اضغط على حذف سجل في مربع رسالة التحذير اضغط على نعم تطبيق عملي على حذف سجل نريد على سبيل المثال حذف سجل من نموذج تعامل بينات مع الطالب في أسفل نكتب على سبيل المثال السجل رقم ثلاثة على سبيل المثال وضغط على انتر سيقوم بفتح السجل رقم ثلاثة ونضغط على محدد السجل في جانب السجل لتحديد هذا السجل محدد السجل وبعد ذلك نضغط على حذف من الشريط الرئيسي مجموعة سجلات ستظهر نافذة التأكيد نضغط على نعم وسيتم حذف السجل رقم ثلاثة نصل إلى تقويم الدرس اختر الإجابة الصحيحة في علاقة رأس برأس يكون عدد سجلات الجدول الأول مساوي لعدد السجلات في الجدول الثاني أكبر من عدد السجلات في الجدول الثاني أقل من عدد السجلات ولا يساوي عدد السجلات في الجدول الثاني أحسنت مساويا لعدد السجلات في الجدول الثاني في علاقة رأس بأطراف بين جدولين يكون كل سجل في الجدول الأول مرتبط بصفر أو واحد من السجلات في الجدول الثاني سجلين أو أكثر في الجدول الثاني صفر أو سجل أو مجموعة من السجلات في الجدول الثاني سجلين فقط في الجدول الثاني أحسنت صفر أو سجل أو مجموعة من السجلات في الجدول الثاني تعلمنا في هذا الدرس درس بعنوان إنشاء قواعد البيانات ثلاثة إلى قاتل جداول وإضافة السجلات وأدوات أخرى لقاعدة البيانات شكرا لكم على الحسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته